بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرهية. النهاردة هنتكلم عن الاساور في المرهام سواء شفنا اساور مصنوع من الزهب او اساور من الفضة. هنعرف اهم التفسيرات المتعلقة بها. اه وكمان هنعرف امتى بتكون رؤيتها محمودة او هير محمودة. كمان هنعرف معناها للرجل للمرأة الحامل للمرأة المتزوجة للفتاة العسباء. هنحاول نجمع اكبر قدر من التفسيرات المتعلقة برؤية الاساور الزهبية او الفضية في المنام. اولا اه لما يشوف الشخص بشكل عام انه بيرتدي او انه اه بيحصل على اه اه اثاور اه زهبية فمن الرمود اللي بتضل على الغنى وعلى الرفاهية وعلى الربح وعلى تحقيق المكاسب وعلى حصول الشخص على اموال. اه كمان الاساور الزهبية من الرأة اللي بتضل على تحقيق احلام وتحقيق طموحات آه للراعي. آآ لما يشوف انه في شخص متوفي بهدي آآ 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 زهبية فبشارة آآ بقدوم خير كمان بقدوم مال آآ بصحة بان هو هيتخطى صعاب وهيتخطأ أزامات كان بيواجهها في حياته الفضة أو الأساور المصنوعة من الفضة من الرمودز اللي بيطلع على أن الشخص ده شخص طقي وشخص بيعمل أفعال أو بيقول شيء حقيقة الأفعال دي أفعال سوية كمان لما يشوف الرجل بقى الأساور الزهبية لما يشوف أن هو بهادي امرأة بأساور الزهبية لو كانت المرأة دي سواء كانت مجهولة أو معلومة دي أو معروفها يعني لو كانت مجهولة فهو معنى كده أنه هو هيتقدم للفتاة وهيكون بشارة ليه بالزواج أو الخطبة لو كانت المرأة أو الفتاة دي هو عارفها فمن الرمودز اللي بيطلع على أن الشخص ده هيتقدم لخطبة الفتاة دي كمان الرجل لما يشوف أن هو بيرتادي مجموعة من الأساور الزهبية للأسف من الرمودز اللي شوية بتكون غير محمودة فممكن تدلع على أن الشخص هيتعرض لمشاكل ممكن تكون المشاكل دي فعملوا أزمات مثلا مع أشخاص مقربين منه لما يشوف الشخص أنه لابس أساور من الذهب والفتاة مع بعض فمن الرمودز اللي بيطلع على أن الشخص ده شخص صالح وشخص بيقوم بأعمال صالحة بشكل عام لما يشوف الرجل أنه اشترى أساور من الذهب فمن الرمودز اللي بيطلع على صعاب والصعاب دي هيقدر يتغلب عليها وهيكون بشارة لي ببداية حياة جديدة لما يشوف أنه هو اشترى الأساور دي وهداها لزوجته فمن الرمودز اللي بيطلع على قوة العلاقة ما بينهم وعلى مودة وعلى حب وعلى استقرار ما بينهم برأي بس أنه هو بيرتدي الأساور هي اللي بتكون شوية غير محمودة كمان الفتاة العزباء الفتاة العزباء برضو لما تشوف الأساور في المنام الأساور المصنوعة من الذهب فمن الرموز اللي بتدلع على حصولها على أموال من الرموز اللي بتدلع على تحصل في مستوى المعيشة بتاعتها وبالخص من الناحية المادية لما تشوف إنها لابسها الغوايش وهي مبسوطة أو فرحانة بالغوايش دي أو الأساور فبشارة لها بالخطوبة أما لما تشوف إن هي لابسها الأساور ولكن هي مش سعيدة أو مش حباهم فللأسف من الروع اللي بتدلع على أن هي هتتزوج أو هترتبط بشخص خطوبة يعني ولكن الشخص ده هي مش هتكون عايزة أو مش هتكون عايزة جواز منه كمان ارتداء أكثر من سويرة للفتاة العزباء برضو من الرموز اللي بتدلع على زواجها من شخص سري أما لابس الأساور المصنوعة من الحديد للفتاة العزباء فللأسف من الروع اللي بتدلع على قيود وعلى صعبات هي هتمر بيها الأساور المصنوعة من الفضة فمن الرموز اللي بتبشرها بصلاحها لها سواء في الدنيا أو في الدين وكمان بشارة لها بالنجاح لما نشوف شخص مجمول بيهادينا بأساور فبشارة لها بأن فيه شخص هيتقدم لها أو يعني فيه خاطب قادم لها الأساور اللي ملونة بألوان زهية وبألوان كده بديها فرحة فمن الرموز اللي بتدلع على حظ سعيد دا ليها وكمان على تحقيق أحلام وتحقيق طموح لما تشوف الفتاة العزباء نفسها نهي اللي بتشتري الأساور في المنعم فدي بداية حياة جديدة ومن الرموز اللي بتدلع على سعادة وعلى فرحة أما تشوف أي ضرر حصل للغاية سواء ان قصرت أو ان هي ضاعت مثلا فللأسف من الرموز اللي بتدلع على فإما فقدانها شيء مهم في حياتها أو فيه أمور يمكن مش هتم بالشكل اللي هي عايزة المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الغوايش فمن الرموز اللي بتدلع على الزرية وكمان على رزقها بمال لما تشوف انها بترتدي غوايش بتلمع وغوايش ذهب وبتلمع فمن الرموز اللي بتبشرها بالحمل القريب والغوايش اللي ذهب من الرموز اللي بتبشر بحمل في زكر والله أعلى وأعلى الرموز أو الأسويرة المصنوعة من الفضة فمن الرؤى اللي بتدلع على انجابها لأنصة المرأة المتزوجة اللي هي خلاص يعني ما بقيتش تخلف أو ان هي يعني تجاوز زن الحمل فمن الرموز اللي بتدلع على زواج حد من أبنائها ارتطاقها لأساور ملونة فمن الرموز اللي بتدلع على فرحة وعلى سعيدة كمان على ود ومحبة لها بينها وبين زوجها أما الأساور مصنوعة من الحديد فللأسف من الرموز اللي بتدلع على ديئة وعلى تعب وعلى حزن الأساور بالنسبة للمرأة الحامل المرأة الحامل لما تشوف الأساور فبيكون بشارة لها لما تشوف الأساور بتشتري أساور جديدة فبيكون بشارة لها بولادة سهلة بولادة ميسرة وزي ما قلنا الأساور المصنوعة من الزهب من الرؤى اللي بتبشر بمولود زكر لو الأساور مصنوعة من الفضة فمن الرؤى اللي بتبشر بيه مولود أنسة والله أعلى وأعلى تاكده باختصار أهم التفسيرات اللي متعلقة برؤية الأساور في المنام بتكلمنا عن الأساور بشكل عام سواء كانت فضة أو دهب أو حتى حديد بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم لو في أي سؤال أو استفسار اكتبوني تحت وأنا إن شاء الله هرد عليكم بشكركم جداً وشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد والسلام شكرا